لما نيجي نتكلم عن التحالفات النكحة في جنوب افريقيا وقدروا انهم يخلفوا اجبال كتير اكيد هنجيب سيرة المجنجلانز وسيلاتي وبرمنجان بويز لكن هيجي على راس القايمة دي تحالف ما تنبى الستة التحالف اللي خلف اجبال زكور كتير مغرائين كل حديقة كروجر وحكموها كتير واحفادهم حاليا كمان بيحكموا فيها بس غالونا النهاردة نركز بس على اشهر ابناء تحالف ما تنبى اسدين مباري سيقين السمعة ونعرف ايه اللي حصل مع شاكة وزجزاج وايه حكاية الشفة المخلوعة وحكاية العين واللاب والبيضة وحورات اكشن تانية كتير بس زي ما احمد عودين صديق الانسان قبل الكرام واجب السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد من اسطير الاسود صديق الانسان لو انت متابعنا كويس هنا على القناة فاكيد انت عارف ان احنا تكلمنا قبل كده عن تحالف مباري بويز لكن بما ان الاسدين دول اسطيرتين حقيين ولسه عايشين معنا لحد النهاردة ودي حاجة مش مضمونة انها هتطول بالمناسبة فسريعا كده خلونا نحكي حياتهم ووصلوا الفين وايه المصايب اللي بيمروا بيها دلوقتي ابناء ما تنبى حاليا وصلوا لعمر عشر سنين في كروجر ناشنال بارك في جنوب افريقيا خلال العشر سنين دول بقى شاكة صرية واخوز جزاج او الاسد سكار الكبير صنعوا صمعة زي الزفت لنفسهم في بوشفيل وانهم فعلا اسدين مقتلين شرسين عنيفين خاطرين من وقت ما كانوا شباب واسدين بير بيلعبوا وبيحكموا بقعدة واحدة بس وهي ان الحديقة كلها منطقتهم الخاصة يعني بيروحوا مكان ما يحبوا بغض النظر عن حدود الزكور المنافسين ديهم صديق الانسان لازم تعرف ان الحركة دي خطيرة جدا لكنهم بيحبوها وعندهم ثقة مطلقة في سلوكهم وفي سلوب حياتهم ده الاسد اللي قدامنا دلوقتي في الصورة ده هو الاسد الازغر شاكا وهو اقرب واحد لشخصية سكار في فيلم زلاين كينج اسد مجنون ووش مشاكل على طول بيدور على الخناء والمعارك وما بيرتحش لنما يقتل او يتضرب لدرجة انه وشه حاليا ما فيهوش حتة سليمة ونظرات امه كلها غضب ورعب على طول وعمرك ما هتتجرى انك تقرب منه لو كنت انسان فما بالك بقى الحيوانات بتحس بايه لما بتشوفه قدامهم وبيتقابل معاهم في البرية الاسد الكبارة اللي بيظهر قدامنا دلوقتي ده هو زجزاج او سكار وده الاخ الكبير للشاكة وده مشهور بالاصابة اللي عند شفته الصفلة ومخليها شكل مميز دايما من غير طبعا ضخمة جسمه وشكله لبديته الجميل الاخين دول من انجح سنائيات الاسود في العالم كله بعد ميستر تي وابن حبيب قلب الملك الراحل كينكتر اسادين انبيري سيطروا على قطيع اناس ماينبولا لكنهم كانوا طمعانين في الاكتر وشايفين ان العالم كله ملكهم علشان كده قدروا انهم يسيطروا على قطيع اناس سكورو واناس برمنجهام كوربرايد وكمان خلفوا اجبال كتير في كل قطعان الاناس دي واشهرهم ابنائهم الستة اللي خلفوهم في قطيع اناس ماينبولا والستة قصود دول شكلوا تحالف اسمه ماينبولا ميلزو بيحكموا مناطق قريبة من منطقة ابقهم وخلفوهم كمان انبيري بويز قدروا على مر السنين انهم يطردوا تحالفات كبيرة ومختلفة فيه منهم المعروف والمشهور جدا وفي الفترة الاخيرة اسادين انبيري كمان يستولوا على مجموعة زريرة بتتكون من خمس لبقات تسموا باسم قطيع اناس ساتلايت وهو ده القطيع اللي خلفوا فيه شبل ابيض صغير من الانسة البيضة لشابة ونتمنى ان الشبل ده يقدر يوصل لسن البلوغ ويكبر ونشوف قصبر جديد في المحمية ايوان فين الخزوق بقى مهو كل قصة حبه ونجاح لازم يكون فيها خزوق الخزوق يا صديقي هو انه مع بداية سنة الفين اربعة وعشرين والاسادين الاستوريين دول شاكا وسكار بيمروا بوقت صعب جدا وحالتهم وحشة بالزافة الاسادين اتوراته في معار الكتير زي ما قلنا لدرجة ان ما فيش حتة في جسمهم ما فيهاش اصابة بغير انهم كمان حاولوا يستولوا على قطيع اناس امبيري وفشلوا ورسميا الملوك الحاليين للقاطيع هم مانديو وانسيلا اسادين امبيري زي ما قلنا بقى انهم وصلوا لعمر عشر سنين وده سن كبير من الصغير في عالم الاسود وبالاضافة للشيخوخة فالسبب في حالتهم السيئة دي هي استراتيجيتهم وقواعدهم الخاصة اللي بيلعبوا بيها يعني بما انهم طول حياتهم بيلعبوا بالنار وبيدوروا على المشاكل والخناء جسمهم اتحرق تماما خلاص اكساد الاسادين بتعاني وما بقيتش قادرة تنفذ اوامر مخهم يعني من كم يوم شاكا بيتعرض للضرب من افوكا وجرنزي والضرب جامد وفتحوا له دماغهم اما اخوك كبير بقى زجزاج فهو كمان تهزم الاسبوع اللي فات مما ندي ونسيه لو ترنى علقة محترمة لغير انهم كانوا بيتزوجوا كتير مع له اقبر من جهام وده اثر بشكل كبير على حالتهم البدنية عشان كده احنا دلوقتي بنقول انهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا في حياتهم والخطر الاكبر حاليا على الاسد الاكبر زجزاج لان شكله بقى نحيف وضعيف واصابة بقه بقيت اصعب اما خوص صغير شاكة فهو اتعرض لمواقف كتير زي دي يعني من 4 سنين يتعرض للضرب من 3 اسود تحالف نهاره لكنه قدر ينجو من العركة وقدر يعيش ويكمل معكو بس لازم نفتكر انه وقتها كان عمره 6 سنين يعني كان في عزه قوته وفي عز شبابه وفي اوجع عطاءه وللأسف كل الاحتمالات دلوقتي للاسدين دول هتكون سيئة وانهم مش هيقدروا ينجو ان النهاية بتقرب اكتر من اي وقت فات خصوصا على الاسد زجزاج اللي بيمشي حاليا بصعوبة او تقريبا ما بيمشيش بسبب اصابة كبيرة في رجله الامامية والخلفية وفي وقت تسجيل الحلقة دي هو ورائد بن الشجر وما بيتحركش والمصيبة الاكبر ان اخو بعيد عنه بقاله اسبوع شاكة حاليا بيتزاوج مع الابوات التانية وسايب اخوك كبير لوحده وفي اخبار بقى بتقول ان هو اللي تخنق معاه بسبب حقوق التزاوج وضربه وفي خبر كمان بيقول ان الابوات بيرمينجهام هم اللي ضربوه لانه بقى ضعيف وعدوف بقه واستغنوا عن خدماته الاسدين دول عاشهم معظم حياتهم بيتقتلوا دلوقتي بعد عشر سنين بدأت كل جروح المعارك تظهر عليهم مرة واحدة عموما احنا بنتمنى لهم الشفاء والسلام والامان لانهم واحد من اعظم سنائيات الاسود في التاريخ وارثوهم وارث اباقهم مكمل في البرية من خلال ابنائهم في مائن بولا وسكورو وبرمينجهام وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من اسطير الاسود صديق الانسان الجميل الحبوب لو انت من الاسطير اللي بجده معانا هنا من زمان على القناة تعرف دلوقتي تقول لنا بقى مين اكبر واقدم اسد بري الموجود في العالم حاليا لو عرفت هو مين اكتب لنا اسمه تحت في التعليقات ان شاء الله استنونا في حلقات جاي اقوامت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته